معي من القرى حول هذا الموضوع مفادنا إلى هناك عصام معاكر ماوي مرحبا عصام إذن سوريا الحرب ضد تنظيم ما يعرف الدولة الإسلامية وأيضا فتحال جولن عنوين عريضة لزيارة تيلرسون وما سيبحثه تيلرسون بالفعل مع المسؤولين الأتراك ماذا في تفاصيل هذه العنوين العريضة هناك لقاء تم صباح اليوم بين تيلرسون والرئيس أردوغان ومن المقرر أن يحضر تيلرسون إلى هنا إلى مقر وزارة الخارجية في أنقرة في أي لحظة الآن للقاء وزير الخارجية التركي كما ذكرت لي هناك منفات كبيرة جدا اللافت هو إعلان مجلس الأمن القومي التركي أمس عن انتهاء عملية درع الفرات في سوريا وهي العملية التي بدأت في شهر آب أغسطس من العام الماضي والتي كانت تهدف إلى طرد ما يصم بالدولة الإسلامية من منطقة الحدود التركية الأتراك ومن الواضح أن التوقيت لم يكن مصادفة إذ أن تركيا تريد أن ترسل رسالة إلى الولايات المتحدة من أنها غير راضية تماماً عن الدعم الأمريكي للميليشيات الكردية التي تشكل أو التي تهيمن على ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية تركيا تنظر بعين القلق إلى الاتماد المتزايد على الميليشيات الكردية في الحرب ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وهذه الرسالة سيتم نقلها اليوم إلى وزير الخارجي الأمريكي الموجود هنا في أنقرة إسام هل من المقرر أن يلتقي تيلرسون بأي من زعنة المعرضة في تركيا حسب ما قالت وزارة الخارجي الأمريكية أنه لن يجتمع مع زعماء المعارضة التركية هناك يفصلنا حوالي أسبوعين قبل الاستفتاء الذي سيجري هنا في تركيا في الثالث عشر من الشهر المقبل حول التعديلات الدستورية وتحويل النظام من نظام برلماني إلى نظام رئاسي هذه التعديلات تثير الجدل في تركيا خاصة من قبل أحزاب المعارضة التي تعارض هذه الخطوة الولايات المتحدة تريد أن تبقى بعيدة عن التدخل في الشؤون الداخلية التركية خاصة وأن هناك توترا في العلاقات مع إدارة أوباما السابقة عندما ألمحت أنقرة إلى تورط هذه الإدارة أو رضاها عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت العام الماضي الأتراك يعولون على أن تكون هناك علاقات ربما أفضل مع الإدارة الحالية بعد التوتر الذي شهدته العلاقات التركية الأمريكية خلال فترة أوباما خاصة فيما يتعلق بالموضوع السوري شكرا لك عصام مكرماوي على كل هذه المعلومات وبالطبع سنتابع زيارة تيلرسون إلى أنقرة معك في وقت لاحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر